وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال أختنا الطالبة عن موضوع ما يخص إعفاء الزهب من زكاة المال إذا كان للتجمل والتحلي وليس للكنز أو التجارة طبعا هذه الفتوى أولا هي فتوى الإمام الشافعي رحمه الله وخالف فيها جمهور العلماء جمهور العلماء يقول أن الزهب فيه حق الزكاة لأن الزكاة أصلا حق الناس وليست حق الله بمعنى أن هناك من الحقوق ما هي متعلقة بالله فقط مثل الصلاة مثلا مثل ولكن هناك أحكام شرعية متعلقة بحقوق العباد كالزكاة فالزكاة إذن متعلقة بحقوق العباد يعني هذا المال للناس فيه حق للفقراء طيب فجمهور قال لا فيها الزكاة ما دامت بلغت النصاب 85 جرام ذهب تقريبا وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة ولو كانت صاحبته تتزين به الإمام الشافعي من باب نوع التخفيف ومن يعني اعتبر النية هنا أصلية فقال إذا امرأة اشترت أو اشترى لها زوجها ذهب وملكها إياهم أو هي اشترت ذهب أو أتتها هدايا ذهبية المهم هذه الهدايا يعني وضعتهم للتزين فقط ما ليس هدفها ولا نيتها أن تتاجر ولا أن تخبئ هذا المال إلى وقت الحاجة ولا ولا أبدا إنما للتزين للزوج فقال هذه ليس عليها زكاة الفتوى من حيث هي فتوى يعني فتوى جميلة ومحترمة ولكن هذه الفتوى يعني استغلها من استغلها من النساء بحيث صارت الامرأة يكون عندها نصف كيلو ذهب كيلو ذهب كل يوم تلبس قطعة كل يومين تلبس قطعة معينة بتبدل باللباس بتقول هذا أنا أخسته يعني وهو فقط للتزين ما علي زكاة وهذا الكلام تلاعب على الشرع أولا وعلى الإمام الشافعي المظلوم ثانيا فنحن نقول يعني حتى نختصر الكلام النية هي الأصل صحيح يعني إذا أنت اشتريت ذهب كان معك شوية مصاري اشتريت ذهب كل ما تجمع مبلغ من الماب تشتريت ذهب أقول أحسن ما يضيعه أفضل ما نخسرن نحتاجن وقت الحاجة بكرة بزوج ابني فيهم بكرة بزوج بنتي فيهم هذا الكلام هذا يعني عليه زكاة ولو تزينت به هذا يعني الله عز وجل لا تخفى عليه مثل هذه الأمور فلا إن الله عليهم بذات الصدور لا أنتينيتك ليست التجمل بعدين التجمل بيكون بمئة جرام بخمسين جرام خمسين جرام دون النصاب أصلا ما عليهم زكاة مئة جرام مئتين جرام مثلا مثلا يعني كان أما التزين ما بيكون بأكثر من هذا الرقم يعني عندها طقم ذهب مثلا نصف كيلو جرام بدها وبتقول أنا يعني هذا للتزين هذا لا يصح أبدا فأولا نية ليست للتزين ثانيا لو كان للتزين بيكون بحدود معقولة لذلك من الآخر أقول إذا كانت المرأة حقيقة نوت بهذا الذهب أن تتزين فقط وكان يعني بحدود مئة جرام مئة وخمسين جرام ليس عليه زكاة أكثر من ذلك عليه زكاة ولو كان بقصد التزين السلام عليكم